في لحظة واحدة أحالت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة شملخ إلى ركام نجى أفراد العائلة من القصف المروع غير أن الجريمة التي شردت عائلة بأكملها ستظل محفورة في نفوس الصغار والكبار الذين يؤكدون أن تضحياتهم فداء لمقاومتهم 15 مرة في قلب الدار الدار إلى 50 سنة مبنية إيش اللي قصفوها؟ الله يكسفهم ربهم البعدة لكن ولا يهمنا الدور إحنا نحن المقاومة وإحنا نحيط الأقصى والدار وجهة والدرج وجهة والحواصل وجهة كلهم يما إحنا معنا الله فدى القدس وفدى كل وطن كمان أنا أقول لك الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها سرايا القدس أردت على العدوان بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة ولسيما مستوطنات غلاف غزة رد تؤكد الفصائل أنه يأتي في ظل تنسيق دائم وجهد موحد في إطار غرفة العمليات المشتركة مشددة على أنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بأي فصيل لن يفعل الاحتلال بتجزئة الوطن أو تجزئة الفصائل الفلسطينية أو تجزئة المقاومة هناك غرفة مشتركة أصدرت بياناتها باستمرار وهي تنسق فيما بينها لتقدير الموقف المناسب في التعامل مع هذا العدوان حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أنه لا حديث عن تهديئة في الوقت الحالي وأن الأولوية للرد على عدوان الاحتلال مشددة على أن الحركة مستعدة لمعركة مستمرة تستنزف الاحتلال جهدنا منصب ومركز على الميدان وعلى إدامة هذه المعركة وإدامة الرد على الجرائم الصهيونية وعلى العدوان الإسرائيلي لن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباق تواصل العدوان يأتي فيما تستمر إسرائيل بإغلاق معابر القطاع فضلا عن إغلاق البحر في وجه الصيادين استمرار العدوان الإسرائيلي قد يفرض تبعات إنسانية على القطاع لكنه سينقل المواجهة بلا شك إلى مستويات أخرى قد تكشف معه المقاومة عن أوراق قوة تقول إنها ستفاجئ العدو أحمد غانم غزة الميادين